ذاك اليوم لا أنسى أبداً عندما دخل علي عمي رحمه الله مبيل صلاة الجمعة وسألني عن والدي وكنت معه في الرياض جئت يوم الخميس لأرى إخوتي وأعود إلى والدي كان في المستشفى رحمه الله فسألني كيف حال أبيك فقلته بخير لقد صلينا أمس الظهر سوياً وصحته طيبة سألني وجاءه خبر لكنني لا أعلم فقل ألا تعلم بأن أباك قد مات قلت لا والله أنا بالأمس قد جئت من أبي وهو بخير فقل أبوك يطلبك الحل رحمه الله تأثرت تأثير كبير وانزعجت وكنت صغيراً في السابع عشر من عمري أو الثامنة عشر السابع عشر هو في الحدود وكنت أكبر إخوتي أنا أكبر إخواني عندي من الإخوة ستة وأختان حفظهم الله جميعاً فدخلت على والدتي حفظها الله وقالت من الذي جاء؟ قلت عمي قالت ماذا يريد؟ قلت أبداً يسلم ما أردت أن أنقل لها الخبر المزعج المفزع المحزن لهذه المرأة المكلومة المفجوعة بوفاة زوجها هؤلاء الأيتام لكن في الأخير هي بإحساسها قالت قل لي بالضبط فقلت إذن والدي رحمه الله يطلبك الحل لقل انتقل إلى رحمة الله عز وجل وبالفعل انتقلنا إلى الرياض مع والدتي حفظها الله وإخواني وكانت فعلاً أيام عصيبة ولكنها في الوقت نفسه أيام الحقيقة فيها كثير من العطاء والجد والصبر والاحتساب والحمد لله رب العالمين شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة